مرة أخرى يعود الحديث عن المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب حفتر بعد أن كشف رجو ليبرتي الأوروبي الذي يعمل في 22 دولة حول العالم عن مقتل مرتزق روسي في ليبيا في 27 من يناير الجاري يدعى فلاديمير سكوبينوف ويبلغ من العمر 39 عاما وهو من سكان سان بيتروسبورغ الروسية رجو ليبرتي نقلت عن صفحة امبيريال ليجين وهي وحدة تابعة للحركة الامبراطورية الروسية على شبكة التواصل الاجتماعي فو كونتكتي أن سكوبينوف شارك سابقا في الحرب في شرق أوكرانيا إلى جانب الانفصاليين المؤيدين لروسيا وأوضح أنه الروسي الثاني الذي يقتل في ليبيا بعد مظلم ماكسيم الذي لم يتمكن ليبرتي من إثبات هويته وفي أكتوبر الماضي كشف موقع التحقيقات الروسي ميدوزا عن مقتل ما لا يقل عن 30 مرتزقا في غارة جوية بليبيا وكانت مجموعة فاغنر الأمنية الروسية قد أرسلتهم ضمن المئات الآخرين للقتال مع حفتر وأشارت مصادر في الحكومة البريطانية وقتها إلى أن هؤلاء يقومون بتشغيل المدفعية والطائرات دون طيار ودعم ميليشيات حفتر ورغم أن موسكو استمرت في نفي أي دور عسكري لها في ليبيا منذ ذلك التاريخ لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي الحادي عشر من يناير الجاري أكد أن الروس يمكن أن يكونوا حاضرين في ليبيا لكنهم لا يمثلون مصالح الدولة الروسية وهو ما يمثل إثباتا عن وجود مرتزقة فاغنر في البلاد رغم إصرار معسكري حفتر على العكس وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية قد كشفت أن أكثر من مائة مرتزق روسي من مجموعة فاغنر التي يرأسها يفيغني بريكزوين المقرب من بوتين وصلوا في سبتمبر الماضي لشرق ليبيا لدعم حفتر في محاولاته السيطرة على العاصمة رابلس وأشارت إلى أن فاغنر ما فتأت تطلع بدور بارز في تنفيذ السياسة الخارجية لروسيا اشتركوا في القناة